مدعوما بلائحة من المعايير الرئاسية تتراوح ما بين 10 إلى 12 معيارا يبدأ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان زيارته لبنان في خلال ساعات مصادر الخماسية تؤكد أن ثلاثة من هذه المعايير تعتبر أساسية في تحديد هوية الأسماء المرشحة لدخول قصر بعبدة شخصية اقتصادية قادرة على محاورة المجتمع الدولي والمنظمات الاقتصادية لا يكون المرشح ذا طموح زعمتي أي أن يطمح لأن يكون زعيما مارونيا بعد الرئاسة ألا يكون محسوبا على أي طرف من الأطراف في لبنان مصادر دبلوماسية تؤكد أن غالبية الأسماء المتداولة حتى اللحظة لا تنطبق عليها هذه المواصفات ما يحتم الحوار والتشاور المطروح من قبل اللجنة الخماسية وفقا لمصادر الصلبة هناك اقتراح أن يترأس لودريون جلسة التشاور الأولى لتنطلق مع هذا المشاورة السنائية أو السلسية من يدعو إلى طاولة التشاور أيضا الطرح بالنسبة لودريون واللجنة الخماسية لماذا لا تكون كتلة الاعتدال الوطني الذي حظي مبادرتها بإجمع كافة الأفريقى وموافقتهم هذه الأفكار الفرنسية ليست الوحيدة فهناك الكثير من الخيارات التي سبق أن ترحت الفرنسيون كانوا في البداية لديهم أكثر من فكرة منها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ولكن لم يكتب لهذه الفكرة النجاح لأنه تم نصيحة دولية أنه خلينا نشوف شو في جديد بالأقليم باللبنان يقدر على أساسه إذا إجا الرئيس يحصل شي عملي فكرة الحوار في فرنسا طريحت فكرة ترأس أو إطلاق الحوار في لبنان من قبل الفرنسيين طريحت ولكنها أصبحت خلفنا حتى اللحظة توحي أجواء الثنائي الشيعي أن فكرة إدارة الحوار من دون الرئيس بر مرفوضة وتشير مصادر للأم تيفي إلى إمكان أن تطرح فكرة الحوار في دولة عربية مثل السعودية قطر أو عمان وبالتالي من الممكن أن تلقى الفكرة تجاوبا مع الأفريقاء اللبنانيين وفي أي حال يبدو أن جولة اليومين للودريون في بيروت لن تغير في المشهد السياسي اللبناني اشتركوا في القناة